وقلي رزقكم كما رزق الطيب يبقى انت لو عايز ربنا يفتح عليك من حيث لا تحتسب خليك واخد بالأسباب متوكل على الله ولا حاجة يتهمك وخاصة بعدما ربنا طمينك طميني ازاي يعني قال لي وفي السماء رزقكم وما توعدون يبقى رزقك محفوظ خايف على ايه بقى وعشان كده أصبحت النقاشات بين الناس في السوشيال ميديا بشكل كبير قوي بتكرر الصينة اني بقدر شوف الفلسفة الخبيثة وشوف الوسواس النفساني اللي يدمر حياتك ببنى آدم حد يقولك ان بقدر خوفك من بكرة وهمومك بقدر ما انت واقعي يعني كل ما تخاف من بكرة وكل ما بتخاف من همومك كل ما تبقى انسان واقعي ومش حاطط رأسك في الرمب كأن الشخص اللي عنده أمل واثق من الله سبحانه وتعالى يبقى انسان مش واقعي على فكرة دي مش واقعية ده وقوع هذه ليست واقعية ولكن وقوع في أو حال النفس الأمر بالسوء اللي بتشكف ربنا واللي كمان مش قبل وعد الله سبحانه وتعالى أليس الله بكافر عبدة الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت وهو يتكلم مع الخلق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء علي ويجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف كده يبسط الرزق مش كمان ينزل الرزق كمان يبسطه يعني يجعل الرزق الوصول إليه سهل يعني اللي انتو شايفينه بتقولوا عليه ده المرار اللي احنا بيحصل لا 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 الرزق المبسوط وزاك في الحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه الحديث اللي احنا كنا بنقرأه وحديث النهاردة إننا بسميه حديث الأمان لن تموت نفسه حتى تستكمله